أحسن تساذ أحمد أنت في سياقتك للسؤال أعطيت مفاتيح للعراسل الإجابة التي أعتقد لي اختلف عليها أثنان أولاً نذكر جميعاً تلفزيونياً هذه الصورة كانت مميزة جداً عندما قام رئيس وزراء الإسرائيلي في ذلك الحين قبل أعتقد ست سنوات أو أكثر بأمام ومن على ممبر الأمم المتحدة برسم خط على خارطة صورة وضعها بخلفية خطابه على الممبر الأمم المتحدة دعينا مقال هذا الحد الذي لا يمكن أن نسمح لإسرائيل أن تصل إليه في التخصيب فقضية المخاطرة والمجازفة بالابتراب من قدرة إسرائيل على امتلاك سلاح نووي هذا الأمر بايدن مؤخراً أعاد التأكيد عليه بأنه لن يسمح به إطلاقاً ولكن هذا لا يعني أن يسمح أيضاً بايدن إدارة بايدن ومن قبل إدارات أوباما بأن تسمح لإسرائيل بضرب إيران منفردة لأن ذلك سيؤدي إلى قلط أوراق كبيرة وليس فقط بشكل أوسط دولياً حتى لأن ماذا سيكون الموقف الروسي؟ وحتى عزيزي قضية ما تم تسريبه عبر الفاكسي نيوز طبعاً معروف ممبر إعلامي كالفاكسي نيوز معروف أنه أقرب إلى الجمهوريين والمحافظين أو إلى ما أحياناً يسمونهم السقور في وزارة الدفاع مجرد تسريب هذا الخبر عزيزي هي إشارة لموسكو الخطاب ليس موجه على الإطلاق لطهران الخطاب موجه لموسكو تحديداً بأنه إن بدت الأمور وكأن بوتين يحاول أن يجمع مزيد من الأوراق للضغط على النيتو والضغط على إدارة بايدن إلا أنها يجب أن لا تشمل الورقة النهوية الإيرانية وأنا من الناس الذين أعتقد جازماً بأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لن يتخلى عن ضمان أمر إسرائيل القضية ليست فقط اليدعم ولن يتخلى عن سوريا ثمت أنه لم يتخلى عن سوريا ولا عن نظام سوريا ولا عن الدولة في سوريا وهو كذلك لن يتخلى عن أمن إسرائيل برغم من كل ما يقال يعني معروف قضية تحالف إيران مع تنظيمات موجودة في المنطقة من ضمنها حزب الله ولكن عندما تصل الأمور إلى أمن إسرائيل يا عزيزي أو أمن الطاقة في السعودية هذه خطوط حمراء أول من يرسمها بوتين لأنه يراهن على علاقات أكثر موثوقية مع السعودية وخاصة بقيادة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بملف المواجهة مع إدارة بايدن ونذكر جميعا هذه المصافحة التاريخية عندما في قمة العشرين عندما كان يحاول ماكرون الضغط على محمد بن سلمان ولي عهد السعودية كيف بوتين أظهر العكس فمن غير المنطقي التفكير بأن روسيا ستزود يورانيوم مخصب بتوقيت حرج مثل هذا التوقيت وبكمية تسمح لإيران بامتلاك سلاح نوي هذا قطعا لا إذن هو تمويه إعلامي هل هو تمويه إعلامي من قبل فوكس نيوز هو أحسنت المتابعة في السؤال المقصود به عزيزي الله أنت إعلام وتعلم ذلك دائما في القرارات الخطيرة الكبرى وبالذات المرتبطة في عمليات عسكرية غايتها الردع إما يكون هناك صمت مطبق إما أن يكون العكس توجيهه الزخم من الرسائل تربك من يطلقها فهناك من يحلل هذه الرسائل هل هذا يعني أن إسرائيل أخذت ضوء أخضر مثلا بالضرب منفردة هل هذا يعني أن واشنطن تقول طهران ها أنا أضغط على إسرائيل حتى لا تقم بشيء فأعطيني بالمقامل شيء أنضج فيه اتفاق نووي هل هو ضغط باتجاه موسكو حتى الآن اقتربنا من عملية الربيع والكل يعني متهول بأهوال هذه العملية العسكرية هل هي زخم يمد به خيار يعني تسوية وحلحلة للأزمة في أوكرانيا كل هذا وارد عزيزي ولكنه لا يمكن لهذه المعلومات حكسي نيوز من جهة وهي يمينية أقرب للجمهوريين وأتلانتيك وهي لبرالية أقرب للحزب الديمقراطي ما هذه التناغم بهذه المعلومات والتقارير التي تخرج في وقت واحد وواضح الرسالة منها الضغط الضغط بغاية الردع وليس بالضرورة بتنفيذ عملية عسكرية الآن لأن أمور منها النوع لا تجري إلا في غاية الكتمان صدقني إن تمت معركة ضربة من هذا النوع ودائما نقول لا قدر الله دائما خيار السلام هو الأنسب والأفضل ولكن إن تمت هذه الضربة بطبيعتها لا يمكن أن تكون إلا خاطفة وماحقة لأنك إن توجهت هذه الضربات وكان هناك فرصة لإيران بالرد أنت عمليا تعلن حرب على الميزان